أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي صعوبة المرحلة الحالية مشيرا إلى أن مصر تبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد وتحاول الوصول إلى وقف الاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في كلمتي خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد الرئيس السيسي على وجود سعي دؤوب من أطراف متعددة وذلك للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أسلو والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية إلى تصعيد ينحرف عن هذا المسار وإلى صراعات سفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم صراعات تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق ترجمة نانسي قنقر